بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر الأمن السبراني للصف الثالث الثانوي تعلمنا في الدرس السابق على الوحدة الثالثة لهذا المقرر بعنوان مواضيع متقدمة في الأمن السبراني وأخذنا الجزء الأول من الدرس الأول تشريعات وقوانين الأمن السبراني نراجع معا ما أخذناه في الدرس السابق تعلمنا على أهمية تشريعات الأمن السبراني وقوانينه أيضا قوانين الأمن السبراني وتشريعاته في المملكة العربية السعودية نراجع تزداد الحاجة دائما إلى ضمان أمن الأفراد والمنشآت عبر الإنترنت مع التقدم السريع لأنظمة التقنيات الحديثة الحديثة لذلك تم تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بالأمن السبراني لتؤكد على تحمل الأفراد والمؤسسات والشركات مسؤولية الحوادث والاختراقات الأمنية التي قد تحدث في أنظمتهم وأجهزتهم الخاصة تعلمنا كذلك ما هو الهدف من حماية أو كيف تقوم المؤسسات والجهات الحكومية بحماية بياناتها عند امتثال هذه الجهات والمؤسسات بالامتثال للتشريعات والقوانين الخاصة بالأمن السبراني إضافة إلى اللوائح والقوانين الأخرى المتعلقة بالأعمال ويساعد فهم هذه التشريعات والقوانين على تبني دور نشط للحفاظ على الأمن عبر الإنترنت أيضا تعزيز ممارسات الأمن كذلك إنشاء منتجات أكثر أمانا أيضا زيادة ثقة العملاء في المنتجات والخدمات المقدمة تعلمنا كذلك على أهم الاعتبارات المستخدمة للتشريعات والقوانين المنظمة لمجال الأمن السبراني من هذه الاعتبارات خصوصية البيانات وحمايتها المعايير القياسية الامتثال والمساءلة كذلك الردع والملاحقة القضائية التعاون الدولي أيضا تعلمنا على القوانين الخاصة بالأمن السبراني وتشريعاته داخل المملكة العربية السعودية وكما تعلمنا في بداية هذا المقرر أن المرجع الوطني لجميع قوانين الأمن السبراني وتشريعاته داخل المملكة العربية السعودية تقوم بوضعها الهيئة الوطنية للأمن السبراني تعرفنا على ضوابط الأمن السبراني وهي تدابير تقنية وغير تقنية مصممة لحماية أنظمة الحاسب والشبكات والبيانات من الوصول غير المصرح به أو سوء الاستخدام أو التعديل أو الإطلاف أو تعطيل الوصول للبيانات والأنظمة أيضا تعرفنا على الضوابط الأساسية للأمن السبراني وضوابط الأمن السبراني للبيانات كذلك ضوابط الأمن السبراني للحوسبة السحابية وضوابط الأمن السبراني للعمل عن بعد وضوابط الأمن السبراني للأنظمة الحساسة وضوابط الأمن السبراني للأنظمة التشغيلية جميع هذه الضوابط تم تطويرها من قبل الهيئة الوطنية للأمن السبراني سنتعلم اليوم في الجزء الثاني من هذا الدرس على أنظمة الجرائم الإلكترونية والقوانين والضوابط الدولية للأمن السبراني نبدأ بأنظمة الجرائم الإلكترونية تم تشريع العديد من القوانين والضوابط داخل المملكة العربية السعودية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية خصوصية وأمن الأفراد والمنشات من هذه القوانين قانون حماية البيانات الشخصية Personal Data Protection Law BDBL هذا القانون تم تشريعه ولوائحه التنفيذية الهدف من هذا القانون حماية خصوصية الأفراد في المملكة العربية السعودية حيث يضع الأساس القانوني لحماية حقوق الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل جميع الكيانات في المملكة وخارج المملكة لجميع الأفراد باستخدام أي وسيلة بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية عبر الإنترنت أيضا من القوانين قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية هو مجموعة من القوانين والضوابط التي تجرم مجموعة واسعة من أنشطة الجرائم الإلكترونية ولقد تم سن هذه القوانين لحماية الأمن القومي للبلاد ومصالحها الاقتصادية من التهديدات السبرانية وضمان سلامة المواطنين والمقيمين من الجرائم الإلكترونية يجرم قانون مكافحة جرائم المعلوماتية كافة أنشطة الجرائم الإلكترونية مثل القرصنة، الاحتيال عبر الإنترنت، وانتحال الشخصية، وانتهاك الخصوصية كما يتضمن أحكاماً لحماية البيانات الشخصية والتحقيق في الجرائم الإلكترونية والملاحقة القضائية لمرتكبها كما ذكرنا أيضاً قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية بموجبه تعد الجريمة الإلكترونية جريمة خطيرة يعاقب عليها بالغرامة والسجن وعقوبات أخرى كما يخول القانون الحكومة باتخاذ تدابير لمنع الوصول إلى مواقع الويب التي تعد متورطة في الجرائم الإلكترونية نشاهد هنا نظام المملكة العربية السعودية الذي أقرته لمكافحة الجرائم الإلكترونية نشاهد هنا النظام الذي وضعته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في عام 1428 نشاهد في أسفل الصفحة نظام أو القرار الذي وضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية لدينا هنا مجموعة من المواد التي توضح كيف يتم مكافحة جرائم المعلوماتية وما هي الجريمة وما هي عقوبة هذه الجرائم في البداية يتحدث عن الألفاظ والعبارات وما هي الجريمة الإلكترونية توجد في هذا القرار 16 مادة توضح الجرائم الإلكترونية عقوباتها ما هي الجريمة الإلكترونية من الذي يقع في الجريمة الإلكترونية وما هي العقوبات التي قد تحدث لمرتكبي هذه الجرائم الإلكترونية تستطيع أن تتصفح هذا النظام من خلال الكيو آر كود الموجود بالكتاب تحت عنوان أنظمة الجرائم الإلكترونية أيضا سنتعلم اليوم بإذن الله على القوانين والضوابط الدولية للأمن السبران نبدأ بالقوانين الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية هناك مجموعة من القوانين أولها قانون الإحتيال والانتهاك الحاسوبي كذلك قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة أيضا قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت هذه القوانين والضوابط الدولية للأمن السبراني وضعت لحماية البيانات والمعلومات على المستوى العالمي بالإضافة للقوانين والضوابط المعمولة داخل المملكة العربية السعودية نبدأ بأول قوانين وهي الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية القانون الأول قانون الإحتيال والانتهاك الحاسوبي هو قانون اتحادي خاص بجرائم الحاسب وخصوصية البيانات حيث يحضر القانون الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الحاسب وكافة أشكال التخريب أو الضرر المتعمد لأي نظام حاسب وهو أحد القوانين الفدرالية الأولى التي تجرم إساءة استخدام الحاسب وتركز على حماية البيانات أيضا من قوانين الولايات المتحدة الأمريكية قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة هذا القانون اتحادي يضع معايير وطنية لحماية المعلومات الصحية الحساسة للمرضى يحميها من المشاركة أو النشر دون موافقة المريض تم وضع هذه القوانين عام 1996 ميلادية أيضا من القوانين الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت هو قانون يحدد قواعد جمع البيانات الشخصية من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما وكيف استخدامها يتطلب من مواقع الويب وتطبيقات الهاتف الذكي والخدمات الإلكترونية الأخرى الحصول على موافقة الوالدين قبل جمع تلك البيانات أو استخدام معلوماتهم الشخصية ومشاركتها بعد أن تعرفنا على القوانين الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية نتعلم الآن على القوانين الخاصة بالأمن السبراني في الاتحاد الأوروبي لديهم قانون الاتحاد الأوروبي للأمن السبراني وأيضا النظام الأوروبي العام لحماية البيانات نبدأ بقانون الاتحاد الأوروبي يعزز صلاحيات وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السبراني وينشئ إطار للمصادقة على الأمن السبراني لجميع المنتجات والخدمات حيث تقوم هذه الوكالة بإعداد الأسس التقنية لخطط الاعتماد ويؤسس القانون إطار الاعتماد على مستوى الاتحاد الأوروبي كامل لمنتجات تقنية المعلومات والاتصالات وجميع خدماتها وعملياتها كما يعني هذا أن الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي يجب أن تحصل على المصادقة على منتجاتها وعملياتها وخدماتها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات مرة واحدة فقط كي يتم تعميم الاعتراف بهذه المصادقات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من القوانين الأخرى في الاتحاد الأوروبي النظام الأوروبي العام لحماية البيانات هي لائحة قانونية تختص بحماية البيانات والخصوصية في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وينطبق هذا القانون على معالجة البيانات الشخصية كليا أو جزئيا بالوسائل المؤتمة التقنية ومعالجتها بغيرها من الوسائل التي تشكل أو ستشكل مستقبلا جزءا من نظام الملفات بعد أن تعرفنا على القوانين الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي نتعلم الآن على قوانين الأمن السبراني في المملكة المتحدة لديهم لوائح أمن الشبكات وأنظمة المعلومات وهي قوانين تهدف إلى زيادة أمن الشبكات الرقمية والمادية وأنظمة المعلومات ولقد تم تشريعها لحماية الخدمات الأساسية والرقمية من الهجمات السبرانية وأيضا لحماية المواطنين والشركات والخدمات العامة تنطبق هذه اللوائح على الشركات التي تقدم الخدمات الأساسية مثل النقل والطاقة والمياه والصحة والبنية التحتية الرقمية إضافة إلى مقدمي الخدمات الرقمية مثل المتاجر الإلكترونية ومحركات البحث وخدمات الحوسبة السحابية في نهاية الدرس سؤالي لكم أعزائي الطلاب والطالبات اطلع على نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية ولخص بعضا من الجرائم وعقوباتها نقوم بحل بعض تمارين هذا الدرس في السؤال الأول حدد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي في الفقرة الثامنة يوفر قانون حماية البيانات الشخصية تدابير لإدارة الأمن السبراني السحابي هل هذا هو ما كان يدور حوله قانون حماية البيانات الشخصية؟ تدابير إدارة الأمن السبراني السحابي الإجابة خاضية حيث كان يدور حول حماية البيانات الشخصية للأفراد وخصوصيتها في الفقرة التاسعة ينظم قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة عملية الوصول غير المصرح به للبيانات المالية الرقمية هذا النظام كان أو هذا القانون كان في القوانين الدولية وهي إحدى قوانين الولايات المتحدة الأمريكية قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة هل هو أو المقصود بهذا القانون عملية الوصول غير المصرح به للبيانات المالية إجابة خاطئة لأنه كان يختص بالمجال الصحي وبأمن المرضى وعدم نشر أي شيء يخصهم دون موافقة المرضى في الفقرة العاشرة من السؤال الأول يغطي قانون مكافحة جرائم المعلوماتية السعودية كل من أمن الأفراد وأمن المؤسسات الإجابة على هذا السؤال صحيحة كما تعلمنا في درس اليوم نقوم بحل السؤال الرابع قيم الأثار المترتبة على عدم الامتثال لقوانين الأمن السبراني وأنظمته ما هي الأثار التي سوف تحدث إذا لم يتم الامتثال لهذه القوانين؟ تعد الجريمة الإلكترونية جريمة خطيرة يعاقب عليها بالغرامة والسجن وعقوبات أخرى كما يخول القانون الحكومة باتخاذ تدابير لمنع الوصول إلى مواقع الويب التي تعد متورطة في هذه الجرائم الإلكترونية لذا وجب الامتثال للتشريعات والقوانين الخاصة بالأمن السبراني سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها الفقرة الخامسة السؤال الخامس أعرف قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية ما هو هذا القانون؟ قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية هو مجموعة من القوانين والضوابط التي تجرم مجموعة واسعة من أنشطة الجرائم الإلكترونية ولقد تم سن هذا القانون لحماية الأمن القومي للبلاد ومصالحها الاقتصادية من التهديدات السبرانية وضمان سلامة المواطنين والمقيمين من الجرائم الإلكترونية يجرم هذا القانون أنشطة الجرائم الإلكترونية مثل القرصنة، الاحتيال عبر الإنترنت، انتحال الشخصية، انتهاك الخصوصية كما يتضمن أيضاً أحكام لحماية البيانات الشخصية والتحقيق في الجرائم الإلكترونية والملاحقة القضائية لمرتكبيها في السؤال السادس، ابحث في الإنترنت عن الضوابط الأساسية للأمن السبراني ECC اذكر هذه الضوابط الخاصة لبرنامج التوعية بالأمن السبراني والتدريب عليه عند البحث في الإنترنت عن هذه الضوابط سيرشدنا دائماً أو يرجعنا دائماً إلى المرجع الوطني للأمن السبراني داخل المملكة العربية السعودية وهو الهيئة الوطنية للأمن السبراني والضوابط التي تم وضعها من قبل هذه الهيئة كما ذكرنا في درس اليوم أن توفير الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية للأمن السبراني الهدف الرئيس لهذه المتطلبات بناء أفضل الممارسات والمعايير لحماية الأصول المعلوماتية للجهات من التهديدات الداخلية والخارجية وكذلك تقليل المخاطر السبرانية كما تتناول هذه الضوابط التي وضعتها الهيئة جوانب مختلفة من الأمن السبراني مثل إدارة الوصول، هويات الدخول والصلاحيات، إدارة حوادث وتهديدات الأمن السبراني، التوعية والتدريب بالأمن السبراني وجميع الجهات في المملكة العربية السعودية ملزمة على هذه الضوابط بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها من هذه الضوابط حوكمت الأمن السبراني وتعزيز الأمن السبراني والأمن السبراني المتعلق بالأطراف الخارجية والحوسبة السحابية في السؤال السابع قيم الآثار المترتبة على النظام الأوروبي العام لحماية البيانات GDPR على الشركات العاملة عبر الحدود تعلمنا في درس اليوم أن الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى مصادقة منتجاتها وخدماتها لمرة واحدة قبل أن يتم تعميم هذا الاعتراف بالمصادقات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تعلمنا في درسنا اليوم على أنظمة الجرائم الإلكترونية وكذلك القوانين والضوابط الدولية للأمن السبراني شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته